بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلبة والطالبات نبدأ النهاردة في حل الامتحان رقم 20 في بوكلة الامتحانات لكتاب مرسي نبدأ الخطعة ما تنسوش دايما تتابعوا كل كلمة والقواعد تراجعوها من عندكم ولو فيه اي استفسارات حنشرحها على التوالي بعد ما نخلص حل جزء كبير من الامتحان نبدأ الخطعة يعني مجموعة من الاطباء تعطي نصائح بوريت رام فورم عشان تكون في كامل لي اقتر تناول فطار قوي فطار صالب حبوب خوبزي قيد دي جيد أرانج عصير برطوان عصير فاكها يعني بتي لب أو دي جنار في الغدا منجي دولا فياند أو دي بواسان بغي بغي أفك دولا ويل دولي فاك يعني تناول لح أو سمك معد أو مجهز بزيتي الزتون أو دينا في العشاء أو سوار في المساء بغني دولا سوب تناول حساء دي فروماج بلان يعني جب نبيدا أو دي ياهور زبادي حكات خفيفة بغي بلي بغني دولا بغني دولا بغني دولا كينا BL يعني تناول لبنتزام لتحال؟ لذا دولا لتناول بتناول لتناول لتناول لقد بغي بلان تمرين بدنية لجريمان خفيفة. دي فيلو دراغات مشيه قرق. نيبغني نيبغني با لأسانساء يعني لا تأخوز متركبش الأسانساء. مانتي لزيس كاليه رابيه اسعاد السلم على قدميك. نيبغي با تغو دو كافي متشرابش يعني استريح في حالة التعامل أول واحدة سيدو كومان رقم واحد سيدو كومان نوضن الوثيقة ديت تدينيه مكتوب ثلاث حاجات يليت نعرفوهم ترادكسيو يعني ترجمات كونسي نصايح ديفنسيو طبعا تعريفات حناخد طبعا كلمة كونسي نصايح في رقم اتنين احنا بنتناول العشاء لصوار دي صحيحة طبعا لوماتا الصباح ولا بريمي دي بعد الظهر فانا اختار اللي اولى طبعا عشاء العشاء رقم ثلاثة كلمة يعني متوازن الغذاء المتوازن تغذية المتوازنة بتكون بان جيدة ولا سيئة ولا ضارة نويزابلة يعني ضارة فحناخد طبعا كلمة بان سيلولو دو كومان حسب الوثيقة اني فوبا باع لا يجب ان نشرب طبعا كثيرا من العصير كثيرا من الماء كثيرا من الكافي من القهوة وهي دي الصحيحة اللي هي كثيرا من مشروب صفحة اللي بعدها في رقم خمسة عشان تكون في الفورما عشان تكون في كامل اللي يخطط يجب ان انت تاخذ الأسانسية ولا تصعد السلالم ولا تاكل كتير طبعا احنا هناخد الاختيار الصحيح بنصعد السلالم نطلعه يعني كممارسة رياضة في رقم ستة يعني من المهم يعني من المهم يعني من المهم عشان نحصل على جسم صحي كلمة سام معنا صح طبعا واضحة قوي هل هنمارس رياضة ولا نشوف التلفزيون ولا نشرب قهوة كتير طبعا اول واحدة يعني نمارس الرياضة عشان تكون في صحة جيدة يجب ان احنا ندخن ولا نتناول كثير من الحلويات ولا نستريح في حالة المرض طبعا نستريح في حالة المرض اللي هي اخر واحدة رقم سين بالنسبة للقطع الثانية صح وغلط يعني فرانسوا اقترحت على ماري انها يتناول العشاء في المطعم ماري اقصبت ماري ابلت افق جوه بسعادة كارال ادمير بكو فرانسواز لأنها معقب اكتير بفرانسواز سيطان فاي جراند نافتا كابيرا برين لنها ام حشواي ام پو تميد خاقو لحب ام فيك ديزيون وزيت بيون سامرا ام پو سوغير وابتسامتين جميل ماري اي فيفا اي كومونيكاتيفا يعني هي حيوية وطبعا متواصلة عامة تحب التواصل والتشارك مع الناس ماري لشوفو شتان شعرها كستيناي اي بوكلي بوكلي يعني حالات كدام داوارك اي دوغران ديزيو بلو وعنيها الزر الكبير ماري ماري اي فرانسواز ام پاسي لسواري ابا باردير ادو سارا في الحديث سار سارا يعني رغي الكلام الكتير اي لان ديزكاتي هم تاناقشو دي بولتك في السياسة في الرياضة في السينما ماري بور لابريمير فوا دي بوي لانتم ماري مارا الوولة منزواق تنطاويل ارى كنتي سونغران وياج بي تحكي رحلت هالكبير في اسيا اي فرانسواز اي لانسواز اي كتير من الاسئلة الاماري لي دو كوبين صديقاتين ام تو البل يله نسو ساعة نسو لوحد يعني أنت قلت لعودة الراسران في المنوعة في المنوعة في المنزل ساعة نجحة فرانسواز عمقباني ماري جزكا لغة دباست يعني فرانسواز ستحبت ماري حتى ما هو في المنزل وماري فورا ارسلت على التو فورا ايميل الى والدت في رقم 8 يعني ماري ترددت في قبول الدعو طبعا الجملة غلط لان هي قبولتها على طول لان قلنا هي معجبة بشخصية فرانسوازا ماريني بالش فوشتان يعني ماري لا تمتلك شعر ماري لا تمتلك شعر في راتين شتان كستنائي طبعا الجملة دي غلط عندنا الجملة صحيح غلط لانها هي تمتلك شعر ايه كستنائي في رقم 10 فرانسوازا ماري فرانسوازا ماري ان بكو بغلاي تكلموا كتير الجملة دي صحيحة خاتروا من الوقت وتكلموا بقاعدوا تكلموا كتير في صفحة 19 بعدها فرانسوازا نجامي ويجي انا زي فرانسواز لم تسافر من قبل الى اسيا غلط الجملة دي طبعا لانها حكت عن رحلاتنا لدوكو بين الصديقتين انكتو لغيستغون امينوي تركوا المطعم في المتصف الليل الجملة دي صحيحة فرانسوازا عادت عندها يعني في منزلها بواسطة المترو الجملة دي خطأ طبعا نيجو للمواقف في رقم 14 انت بتتكلم عن ماذا فعلت فعلت هنا يبقى في الماضي عملت ايه حشان تجاهز للحفل فانت بتقول طبعا انا احتفلت بعيد ميلاد والدتي ولا انا اكلت جاتوب ولا انا زي انت الصالة طبعا عملت ايه بانا زي انت الصالة اللي هي اخر واحدة رقم سنة دي صحيحة عنده فرقم 15 صديقك بيسأل عن عدد الحيوانات في المزرعة هو بيقول هو حيقول السؤال حيقول ايه اي حيوانات تفضل في المزرعة ولا تانية كم حيوان يوجد في المزرعة ولا كالا نيمو او كالزا نيمو اي الحيوانات توجد في المزرعة طبعا احنا هناخد العدد فهناخد كم حيوان في المزرعة يبا هي رقم بيس صحيحة فرقم 16 انت ضد اقتراح لعمل رياضي ايه او ممارسة رياضي عنيفة فبتقول ايه انا انا لا اريد العودة مصابة للمنزل ولا انها فكرة رائعة ولا ما رأيك في ممارسة الدلتا بلان الطيران الشراعي طبعا هي اول واحدة طبعا لان انت ضد الفكرة فانا مش عايزة ارجع المنزل مصاب رقم 17 فوترامي صديقك بيسألك لو كان يونانك سيكوا ايه هي الرياضة دي فانت بتقول سيتانس ووركسترام ده رياضة عنيفة ولا دي نعم الحلويات ولا دي وصفة للمطبخ طبعا هي رياضة عنيفة اللي هي رقم A في رقم 18 في رقم 19 فوترامي انت بتكلم عن ميولك الالي منتاع الغذائية فانت بتقول انا بتناول الغداء الدهر ولا انا بحب امارس رياضة ركوب الدرجات ولا انا بفضل منتجات البحر فها دي الاخيرة طبعا انا افضل منتجات البحر في رقم 19 فوترامي انت بتسأل صديقك عن وسيلة المواصلات المفضلة هو بيجاوب طبعا الاولى سؤال فحستبعتها التانية انا من بفضلش التاكسي اللي بعدها انا بتنقل في المترو او في التاكسي يبا هي دي جمهة دي بلاس ان مترو او ان تاكسي يبا هي رقم 19 فوترامي والدتك اتا لكوزين في المطبخ فو ديت انت بتقول هي في المطبخ فانت بتقول له هي بتكو الهدوم ولا هي بتعد الواجبة تعد الواجبة ولا هي بتنظف الغرف طبعا هي تعد الواجبة اللي هي رقم 5 دي صحيحة عندنا رقم 21 فو دني ان كونسي انت بتعطي نصيحة او ترامي الى صديقك بور مي جرير عشان يخس مي جرير يعني يخس فبتقول له تناول كثير من الحلويات ولا ما تمرس رياضة ولا كل قليلا من كل شي هي الاخيرة يعني كل قليلا من كل شي في رقم 22 انت بتكلم عن دور المدرب فانت بتقول بيضع خطط المباراة بيضع الاستراتيجيات بتاعتها ولا بيحكم مباراة خرط خدم ولا بيسجل اهداف طبعا هي الاولى هي بيضع الخطط للمباراة بيضع الخطط للمباراة او الواجب في رقم 23 فودي كريفيل لوفيزيك دوفوت رامي انت بتصف جسمان او شكل الجسماني لصديقك فبتقول له هو بيكون سرسار ولا هو عنده 17 سنة ولا هو شعره اصمر طبعا هي الاخيرة هو بيمتلك شعر اصمر اه الى لشوبونوار تعالوا اسئلت الخواعد بقى فرقم 24 جميران اوريون دي السر طبعا كلمة رايان رايان يعني قسم صحفي قسم صحفي اه في 25 جي فودري تروى كيلو دوفريز سيل بو بلاء طبعا انا عايز 3 كيلو اول ملاقي كمية محددة او كمية غير محددة فانا بحط بعدها دو او دو ابوسترو طبعا كيلو هنا من ضمن الكميات المحددة فبتاخد بعدها دو على طول او دو ابوسترو طبعا لو الاسم دو بحرف متحرك بحاختار الاخيرة هنا طبعا احنا عارفين كلمة فراولة جم ولكن هاخد دو في رقم 26 نا دي با دو بيتيز طبعا مواء مش هتنفع مواء بتيجي بعد الفعل جو ده ضمير فاعل فما ينفعش ان احط النوع قبل ضمير الفاعل اللي طبعا في حالات معينة في الاستفهام ولكن هنا انا هاختار يعني ما تقوليش تفاهات الجملة معناها كده ما تعودش تحكيلي عن حاجات تفاهات في سبعة وعشرين سيتيا مال الاتات لو انت عندك الم في الرأس طبعا الجملة دي اتكررت كتير عندنا ما بلاقيتي فانا على طول بصرف الفعل في الجملة التانية في الامر مع ضميرتي فهاخد بران اللي هي الاولانية عشان ده فعل مجموعة ثالثة فهمتحذفش من محرف الاس يبقى هاخد بران اللي هي اول واحد في ثمانية وعشرين جسويلي برانافاض جنة ريانافة ما عنديش حاجة اعمل اول ما لقي الجملة دي جنة غيانافة ما عنديش حاجة اعملها يبقى اخد ريان ليرخانبي تسعة وعشرين جفاي على جفاي على فري جفاي على فري يعني انا راح الغابة فوتوغرافيير ده فوتوغرافيير ده مصدر فعل عشان اصوره طبيع علشان يبقى كوز ده بتعوز اس بور بتعوز مصدر فعل بارسو كو بتعوز جملة كاملة كوز ده طبعا معناها بسبب بور معناها لكي بارسو كو معناها لأن يبقى انا هاخد بور عشان بعدها مصدر فعل يبقى كوز ده بتعوز بعدها اس بور بتعوز بعدها مصدر فعل بارسو كو بتعوز بعدها جملة كاملة فانا هاخد بور هنا في رقم 30 جوليا وفاصلة يبقى ده أمر أمر مع ضمير يبدو أمضى المقرفة يبدو أمضى اليوم يبدو أمضى المقرفة يبدوا الأعباء المقرفة انتليجان دي صفا يبقى اخد بلو انتليجان طالما صفا او ظرف اخد بلو لو في اس اخد بلو دور لو ما فيش كوباء او الوصف على فعل الشغل كله على فعل في القوم اخد بلو كوب في الاجازة الماضية نو انا في الاجازة الماضية دورنيار دورنيار دي كلمة بتدل على الماضي يبقى لابد اخد الجملة في الماضي المراكب طب الماضي المراكب هنا بتطول من هدرا اوفر زي دي اسم المفعول من الفعل يبقى اخد اول واحدة اوفر لان في الجملة التانية عندنا في زودة مضار عندنا اللوفير ده مستعب يبقى انا هاخد الاول عشان دي ماضي مراكب في 33 الخضروات بتكون فري طازج دو منجي دو منجي دو منجي خد ان على طول انت مستريح تماما يبقى اخد هنا او منجي انا بنصحك تاكل منها اخر نقطة في انتحان اللي هي 34 طبعا احنا عارفين ان ما بيبقى فيه عاقل بحط حرف الجرش معاه مع بصي او قلير بيجي بعدهم شي اما يجي بعدهم عاقل او ضمير من ضمائر الايه اه اخيرا عندنا طبعا الايميل سهل ماذا تحب ان تكون في المستقبل ايه طبيعة المهنة دي اين سوف تعمل طبعا دي جمالها سهلة جدا والموضوع الاولاني بتكلم عن الانشطة اللي انت بتحب تعملها اثناء فصول السنة تكلم عنها بقى ووصف لنا الطقس كمان والموضوع التاني انت نجحت في الامتحان والعيلة نظمت حفلة بهذه المناسبة احكي دورك كل شخص في التجهيز للحفلة وخلي بالك ان انت هتتكلم في الماضي في الجمال اوكي ما تنسوش اعجابكم بالفيديو ما تنسوش برضو ان انتو تشتركوا في القناة وروفار ومتحان جايب اذن الله في رعاية الله